لماذا وصلت الأمور وماها خلفية ما حصل في 27 أول وعملية طوفان الأقصى طبعا سأتعرض إلى هذه الأمور باختصار لأنه لا بد من ذكرها ليبنى عليها الموقف معروف لكم وللعالم معاناة وآلام الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عاما فما في داعي هلأ نريد أن نشرح كلكم تعرف هذا الموضوع لكن أوضاع السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية جدا وخصوصا مع هذه الحكومة المتطرفة والحمقاء والغبية والمتوحشة هناك أربع عناوين كانت ضاغطة في الوضع الفلسطيني العنوان الأول ملف العسرة آلاف العسرة من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعضهم مضى عليه سنوات طويلة بعضهم مرضى يعاني خطر الموت وليس هناك من يحرك ساكنا ومع الحكومة المتطرفة وهذا الوزير الغبي قام بالتشديد على الأسرة وعلى عائلات الأسرة مما جعل الأمور في بعدها الإنسان سيئة جدا العنوان الثاني ملف القدس والمزيد الأقصى وما تعرض له خصوصا في الأشهر الماضية وخصوصا في الأسابيع التي سبقت عملية طوفان الأقصى لم يكن له أيضا سابقة منذ احتلال القدس عام سبع وستين ثالثا الحصار على غزة ترابت العشرين عاما هناك أكثر من مليوني إنسان يعيشون في مساحة ضيقة في حصار خانق في ظروف معيشية صعبة دون أن يحرك أحد ساكنا في هذا العالم العنوان الرابع المخاطر الجديدة التي بدأت تتهدد الضفة الغربية من خلال مشاريع الاستيطان الجديدة أيضا مع هذه الحكومة المتطرفة الحمقاء الغبية إضافة إلى أعمال القتل اليومي والاعتقال اليومي وهدم البيوت هذه ملفات كلها كانت ضاغطة وبقوة على الفلسطينيين وعلى حركات المقاومة في فلسطين وليس هناك في هذا العالم من يسأل لا أمم متحدة ولا مجلس أمن دولي ولا منظمة تعاون إسلامي ولا جامعة الدول العربية ولا اتحاد أوروبي ولا كل التكتلات الدولية المعروفة في العالم بل كانت قضية فلسطين وما يجري في فلسطين وكل هذه الملفات كانت منسية في آخر اهتمامات العالم إن كانت موجودة أساسا على لائحة الاهتمامات وفي المقابل كانت سياسة العدو تزداد صلافة وتغيانا وعطوا وإفسادا وظلما وقهرا وإذلالا إذن كان لابد من حدث كبير يهز هذا الكيان الغاصب المستبد المستعلي ويهز داعميه المستكبرين وخصوصا في واشنطن ولندن ويفتح كل هذه الملفات الإنسانية أمام العالم ويعيد طرح قضية فلسطين المحتلة وشعبها المظلوم المحاصر ومقدساتها المهددة طرحها من جديد كقضية أولى في العالم فكانت العملية الجهادية العظيمة الكبرى في سبعة شهرين أول عملية طوفان الأقصى والتي قام بها قام بها مجاهدو كتائب عز الدين القسام رضوان الله عليه وشاركهم فيها بقية فصائل المقاومة في قطاع غزة هذه العملية إذن هذه أول مقطاب الخلفية مقطة تانية هذه العملية العظيمة والمباركة والواسعة كان قرارها فلسطينياً مئة بالمئة وكان تنفيذها فلسطينياً مئة